مثل ما توجد محافظات منكوبة بسبب الحرب والعمليات العسكرية تعد ديالا محافظة منكوبة أيضاً بسبب الفساد والإهمال وسيطرة المتنفذين على مفاصلها عوامل راكمت موجة الغضب الواسعة والموجودة أصلاً لدى السكان لسيماً نازحين العائدين الذين لم يجدوا حال مناطقهم أفضل من مخيمات النزوح فيما يعجز نازحون آخرون من ديالا عن العودة إلى مناطقهم إلى الآن بسبب عدم مقومات الحياة تعويضات المتهجرين المتضررين اللي صاروا مال داعش والناس اللي يتهجروا واللي انقتلوا هذا صارت التعويضات ها والله السياسي بعد شميون بعد أسبوع وصل ماكو مصرف ماكو هو ماكو هو يوم يراكب لسيارة كلها يمول إلى 22 حتى الهور المال يساوي وكل رايح بديالا جاي فتر بديالا يعني هذا محالة لا تقف الانتهاكات عند حرمان النازحين من حقوقهم في التعويض وتوفير بيئة آمنة للعودة بل إن الكثير من العقارات الخاصة والأراضي تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذي أحزاب السلطة أي شي ضد القانون تشوفه بديالا يعني أراضي تم الاستيلاء عليه يعني تشوفه بأكثر من مكان من قبل ناس متنفذين هما هما ناس متنفذين يعني ما تقدر تحكيوا ياهم عدهم نفوذ عدهم اسلاحة عدهم مال وبجانب الانتهاكات القانونية ضد ممتلكات السكان والمال العام على حد سواء يحرم أغلب الشباب وخاصة الخريجون من فرص عمل تضمن لهم قوت يومهم على أقل تقدير بقعة جغرافية منكوبة تلك هي محافظة ديالا التي باتت تحتضر من جراء جفاف المياه وتردي الخدمات الأساسية وانتشار الفساد وفشل الإدارة